اشتركوا في القناة 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 ولكن الحمد لله حيت سامي أقري وإلى جنتي وقفت معي بشوية بشوية تقدرت نمتلغول وإلا معرفت شي حاجة هي كدوية توريني وكنعودو بشوية على نهاري كنعون الوالدة ديالي في الطبخ إيتو وأبا رمضان أنا أصلا كعجبني الطبك كعجبني طيب مكراش صراحة نشارك في شي عمل ديال الطبخ في التلفازة من القدام إن شاء الله في هذا رمضان قررت بلي مشي مع ماتطنت لواحد العمل خيري كمشو نعاونو الناس كنفطروا الناس المحتاجين والصراحة عاتي واحد الإحساس زوين فاش كتعوني شي واحد كيبقاي كيبقاي يدعون بعاية لعيالات الكبار واحد دنار قالوا لي يا نادية صحابي لما غديش نعرفه وكنعجبني الحال بقاش كنتحك دبا صراحة واحد الحاجة أنا مكشبانش فيها زماء كان طياب أنا كندير كل شي كنعاون ماما نقدر نصيق نقدر نجفف نقدر نغسل الماء نقدر ندير كل شي ما عنديش مشكل بحال أي فتاة مغربية ما كنش دكش ديال ما نعاون شو دكش الحواج اللي كعجبني كيفما قلتني طياب كعجبني نسافر بالموتور مع خالي كعجبني بزاف لأمماتر وخا ما باعونك يخاف وليا ولكن أنا ما عندي ما ندير إن شاء الله إن شاء الله من القدام إلي سمحوا لي يا من ينكبر كان بدان صوق المعطر إن شاء الله وليك يشوف يكونوا شي برأي داتي الوليدين ما بغوش كل شي برأي ديالهم حتى كيبقوا وغير كيخافوا إلي أبيتنقول بنيتاتلي قديل عندهم الهوايات إلا كانت عندك شي هواية ما سمحيش في الحلم ديالك ولكن أومامتون تبعي قرأتك لاحقاش القرأي هي أهم حاجة في الحياة يمنى كنبدأوا حياتنا وإيد مبارك سعيد مصباق دبا حيت هذا الغول فيها وشوية صعيب لأنه درية صغيرة تقبلو وخصني ندخل في الغول ونمثلو كانوا عندي شوية ديال صعوبة فأنني نتقنت دور كيف ما هو ولكن الحمد لله حيت سامي أقلي وإلي جنتي وقفت معي بشوية بشوية تقدرت نمثل الغول لا تنسوش تزورونا على صفحة رسمية ديال ليلة مولاتي واضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد